السلام عليكم و أهلا بالجميع في التحديث الأسبوعي لعالم جراند والي راح يبتدئ معنا غداً الخميس 15 أغسط وهذا الأسبوع راح يكون برعاية النات كلوب ولكن بكل أسف يعني استثنوا منها الدبل موني على المبيعات ابتداعاً من الغد راح يكون هناك تسريع لعملية إنتاج النات كلوب للبضايع يعني على سبيل المثال يا شباب متعارفين النات كلوب يحتاج إلى غاية 68 ساعة تقريباً فراح يكون للنصف وهذا الشيء جداً جداً مميز فبدل ما حطونا الدبل موني على عملية البيع حطونا الدبل على عملية سرعة الإنتاج وكذلك أعطونا الدبل موني على خزنة النات كلوب فبدل ما نستلم 50 ألف كل 48 دقيقة راح نستلم 100 ألف دولار وهذا الشيء خرافي وكذلك يوجد شيء جداً مميز تم إضافة دبل كاش واربي وقوتس القوتس بمعنى البضايع لما تتصل عليه يوهان طبعاً أنت راح تحضر بضاعة للنات كلوب تبعك بالإضافة راح تحصل على 12 ألف دولار وبالتالي مع المضاعفة راح نحصل على 24 ألف وكذلك ما ننسى البضاعة راح تكون مضاعفة والاربي كذلك وأخيراً عندنا تريبل كاش واربي على النيو كومينيتي سيريز جوبس وهذه عبارة عن مودات يا شباب كل عليكم أن تدخلوا على أونلاين وتختاروا جوبس وبعدها روكستار كرييتيد وبعدها راح تلاقي هذا المود وراح تلاحظوا أنه مسجل عليها ثلاثة اكس يعني مضروبة في ثلاثة وننتقل إلى سيرفي جارد وأخيراً هذا الأسبوع بإمكاننا عمل مطالبة لأحد السيارات اللي راح نسرقها ومن حسن الحظ أن هذه السيارة من النوع التوب وتحت اسم الفيسر نيو ورح تكون المهمة في مركز الشرطة تحت اسم The Gang Bangor Robbery ونكمل سرقات السيلفي جارد للمهتمين فيها The Cargo Ship اللي راح تكون في سفينة وذاماك توني رابري اللي راح تكون في الغواصة وتحدي هذا الأسبوع عشان تحصل على المئة ألف بالإضافة إلى تي شيرت مجاني تولي عليك أنك تكمل ثلاثة Night Club Management Mission وهذه بإمكانك طلبها عن طريق توني مسؤول النايت كلوب تبعك افتح جوالك وابحث عن اسم توني راح تلاقيه من قائمة الاتصالات واتصل عليه واطلب هذه المهمة ومبروك عليك بعد إتمامك لثلاث مهمات المئة ألف والتي شيرت المجاني وننتقل إلى التخفيضات وعندنا تخفيضات 30% على جميع أماكن النايت كلوب ويشمل ذلك جميع التعديلات وهذا شيء جدا خرافي لايفوتكم التخفيض هذا الأسبوع زي ما تعارفين النايت كلوب جدا جدا غالي ويكلف مبالغ جدا طائلة انت تحتاج إلى توسعة المخازن اللي راح تكلفك مبالغ طائلة بالإضافة ما ننسى أنه تحتاج إلى البرتنترز اللي هم يحافظوا على شعبية النايت كلوب ما تطيع بشكل مفاجئ وما ننسى أنك تحتاج تشتري المعدات اللي راح تكلفك حدود المليون ونصف تقريبا وهذه اللي راح تساعدك في سرعة الإنتاج وبرفع سعر المنتج وما ننسى كذلك جميع مواقف النايت كلوب 30 سيارة يا شباب فأتمنى أنكم ما تفوتوا هذا التخفيض المميز وكذلك تخفيض 30% على سيارة الدروفيد ثراكس أكيد لكلكم معارفين هذه السيارة وعلى الباص تبع الفابد فيستيفل وهذا صراحة الباص ما يحتاج أي أحد يشتري وبالنسبة لفان الأسلحة عنده تخفيض 40% على السويبر شاتقن وكذلك تخفيض 40% فقط لعضاء الجتي اي بلس على شاتقن من نوع الكومبات هذا الأسبوع جدا مميز بصراحة ويستحق أنه نلجع ونلعب جراند ونجمع فلوس مرة ثانية خصوصا بعد الأسابيع الماضية اللي كانت نوعا ما مملة وهذا كان أهم مجريات تحديث هذا الأسبوع لا تنسوني من اللايك والإشراك في قناتي لكل جديد وهبي ويكين فامان الله اشتركوا في القناة